سخر النائب والوزير السابق محمد صاحب الدراجي من حال التهافت التي وصلت إليها الدولة العراقية حيال القوى الخارجة على القانون والتي أصبحت أكبر من الدولة ذاتها جاء ذلك في معرض حديثه ضمن تغطية التغيير الخاصة أمس الجمعة التي قدمها الزميل نجم الربيعي وفيها كانت إشارة الدراجي عن القوى التي خطفت ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية وسط بغداد ثم عادت الوزارة التي تقول إنها حررته ولكن دون الكشف عن هوية الخاطفين نتابع يعني هساني واحد شي سوا هذا اللي يقدر داحتي طالعه ويقدر داحتي بكل صراحة وكل أريحي وما أدري يوصل له لي لو ما أصلك العادة أخليها على الله بس هو هاي الحقيقة هيكي ساير المرحلة شون يعني يوصل له لي لو ما أصلك عم عميد لواء بالشرطة بشارع الوزارة شاله شمي كنت أستاذ نجي وجل له هار اسبوعين والله حرروا المختطفين من المختطفين هذا هوين نسوا دكتور سلام أستاذ سلام عفوا أسألك الأستاذ الدراجي ساخرا يتحدث عن وجود قوى أكبر من الدولة العراقية ما الذي يعني هذا يعني بالحقيقة ما أعرف أنا بعد ما أنه شاهدت هذا المقطع هل المطلوب أن أبكي أم أنه أضحك للسخرية حقيقة للسخرية القدر اللي يعني جعلنا تحت حكم مثل هكذا شخصيات وطبقة سياسية طبعا السيد محمد صاحب الدراجي إذا كان هو بالعملية السياسية وما يعرف بالحقيقة يعني حقيقة هوية الخاطفين أو ما إلى ذلك وغيرها وهو الذي يخشى أنه قد يخطف طيب يعني ماذا يقول للمواطن البسيط أو ماذا يقول لأي شخص يظهر بالشاشة مثلا ما الذي يقوله هذا يعني كيف يمكن يعني كيف يمكن حمايته كيف يمكن أن يؤمن على نفسه وما إلى ذلك إذن على هذا الأساس يعني يفترض أن يعني يعني ما أعرف إنه كيف أتحدث وبأي لغة دكتور علي حقيقة مضحكة ومبكية ماذا تفعل بالعملية السياسية أنت الآن ماذا يعني ما هو دورك إن كنت لا تعرف ما الذي يجري ولا تؤمن على نفسك والمواطن العراقي بهكذا حال إذن لماذا تنتقدون من يخرج بالشارع مطالبا بإزاحتكم هذه الأسئلة التي يفترض أن توجه لصاحب الدراجي هذه مفارقة الحقيقة أستاذ سلام هذه مفارقة مهمة تذهبت إليها وأيضا مفارقة قد يذهب إليها المواطن حين يقول هذه القوة التي تظهر عليها الدولة وهي قوة الهشاشة بين قوسين أو هشاشة القوة إن شئت كيف يمكن تتحول إلى قوة باطشة حيال قوة باطشة حيال للمتظاهرين سلمين ضعيفة أمام قطاع الطرق وقوية لا دكتور أنا لا أعتقد نعم دكتور إن سمحت لي أنا لا أعتقد وهذا الشيء أيضا واضح للأغلب لربما أنا وأنت قد نفهم هذه المعادلة الصعبة حقيقة والمعقدة أنا لا أعتقد ومن غير المنطقي أنا أصدق بكلام السيد النائب قبل قليل إنه لا يعرف من هي الجهة أو ما إلى ذلك لا دكتور علي يعرفون يعني بالتأكيد هم يعرفون من هذه الجهات ومن ماذا تمول وما يعني كيف هو مسارها مسار مسيرها وتوجهها وأعملها وما إلى ذلك هذا غير معقول يعني أنا أعتقد لم تعد تنطلي أو من الممكن أن يستغفل بها الجمهور سيد الدراجي أو غيرها بأنه نحن لا نعلم ولكن نخشى حقيقة بكل صراحة شركية نخشى أنه نتحدث بشكل أكثر وضوح لأنه لسنا قادرين نحن يعني رجال ومتظاهرين أقدر ذلك حقيقة وأقدر شجاعتك مع هذا وشجاعة زملائك من ساحات التظاهر وكذلك أقدر الإشارات العميقة التي تفضلت بها وهي مهمة أيضا لقراءة أحداث الإسبوع